اه سألك شوفي اغزب في دول وجهة حب الشباب. والله بص يعني ما بنيك نتكلم عن حب الشباب او الاكني. الاكني او حب الشباب زي ما بيقولوا. من الاطعامة المفيدة مسلا وليكن في مجال في مجال مسلا علاج حب الشباب بنقول الاطعامة الغنية بالكالسيوم. باكز معي بقى الكلام عشان كلام لان بقول لك ده الخلاص. يعني مش هكلم معه كتير بس حول قدر امكان اديك الحاجات المفيدة المختصرة اللي انت تحاول تستفير منها بقى الامتك. بقول من الاطعامة مسلا المفيدة في مجال علاج حب الشباب بنقول الاطعامة الغنية بالكالسيوم. افضل المصادر اليحنا ممكن اخودها تفيدنا مسلا وليكن في علاجنا ده بات حب الشباب بنقول اللوز. البقدونس. بنقول مسلا سفار البيض. سفار البيض. لان غالبا الناس اللي بتبقى يعني سفار البيض ده بيحتوى على البيتامين ده. البيتامين ده يعتبر من ضمن فوائد السحرية انه هو ليه دور كبير جدا في علاجنا في الشباب موجود فين في صفار البيض ومرضو موجود الكالسيوم ومرضو موجود الكالسيوم